اشتركوا في القناة بحلول الذكرى المجيدة لمثاق العمل الوطني يشرفنا ان نرفع لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم خالصة هنين المليئة بالفخر والاعتزاز بتلك الانطلاقة التاريخية المباركة التي جاءت معلنة بدء مرحلة جديدة في مسيرة الخير والازدهار لمواصلة البناء على جهود المؤسسين الكرام بما حملته من امال وتطلعات نرى نتائجها وشواهدها بارزة وواضحة للعيان خصوصا ما تحقق للبرأة البحرينية التي كان لها من المكانة والحظوة ما يجعل منها اليوم شريكا اصيلا في مسيرة العمل الوطني ولا يسعنا بهذه المناسبة العطرة الا ان نرفع لجلالتكم اسماءات التقدير والامتنان لرعايتكم السامية ودعمكم اللامحدود لكل ما من شأنه يحافظ على المستويات الرفيعة والمتقدمة لمشاركة المرأة البحرينية في نهضة وطنها فمنذ البدايات الاولى لمشروعكم الوطني الشامل والمرأة تأخذ دورها الطبيعي في تشكيل ملامح الدولة البحرينية الحديثة وساهمت بكل اقتدار في صياغة بنود ميثاق العمل الوطني الذي ارسى بدوره الصيغة الجديدة لمشاركة المرأة وبضمانات دستورية واضحة استكملت حقوقها كمواطن كامل الاهلية ولتصل اليوم الى اعلى مراكز المشاركة السياسية وصنع القرار وفي الختام نكرر تهانينا الخالصة لجلالتكم حفظكم الله سائلين المولى عز وجل ان يحفظكم ويديم عليكم مفور الصحة والسعادة لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار لخير ورفعة البحرين الغالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكة بنت ابراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة فيما يلي نصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الاعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا بكل التقدير برقية سموكم التي تحمل الينا التهنئة بالذكرى الثامنة عشر لميثاق العمل الوطني اننا في هذه الذكرى نستحضر منجزات شعب مملكة البحرين في كافة الحقول والتي كان الميثاق الوطني قنديلا مضيئا عبر جنبات مسيرتنا بالضوء والوضوح والانجاز اننا بهذه المناسبة نود ان نشيد بالدور البناء الذي قامت به المرأة البحرينية بقيادة سموكم وحققت من الانجازات ما هو فخر لكل المواطنين واستعدادا لمستقبل باهر باذن الله يتخذ من انجازات الماضي والحاضر الاسس التي بها يعلو شأن الوطن حافظ الله سموكم ورعاكم وكل عام وأنتم بخير حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين